مجلس الوزراء ينفي اصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع التضخم في اليابان يقفز لأعلى مستوى منذ 40 عاما في اصرار على استكمال نهج سفزاز جارتها الجنوبية بيونج ياند تطلق صاروخا باليستيا قبال تساحلها الشرقي الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشطنا اخبارية مفصلة تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري اهلا بكم نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من مزاعم بشأن اصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة واكد المركز انه لا صحة لاصدار البنك المركزي تلك التعليمات وشدد على ان المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن البنك المركزي لافتند الى ان اي قرارات او تعليمات يصدرها البنك المركزي يتم الاعلان عنها في بيانات رسمية على الموقع الالكتروني للبنك مهيبا بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال مروي تلك المنشورات المزيفة اعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ان موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول لسفن خلال شهر نوفمبر الماضي باجمالي حمولات بلغ ثلاثة ملايين وستمائة واثنين وثمانين الفا وسبعمائة وثمانية وتسعين طن كطاقة محققة وعدد حويات بلغ ثلاثمائة واربعة وثلاثين الفا واربعمائة وثلاثة وستين حاوية مكافئة من خلال استقبال مائتين وثمانية عشرة سفينة متنوعة خلال الشهر هذا وتعمل الهيئة دائما على تطوير الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الاجيال الجديدة من السفن العملاقة وجذب الخطوط الملاحية العالمية مما يعظم من الإيرادات وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها اشتركوا في القناة 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 الذي تطلع به الوزارة للمساهمة في رفع العبئ عن كاهل المواطنين مسيرة الدور الاجتماعي في الاستراتيجية الامنية تتواصل تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس اليمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فقد تم تنظيم قوافل من المساعدات العينية المتنوعة بطاطين ومواد غذائية لهدائها للمواطنين بالمناطق الأشد احتياجا والمناطق الحضارية الجديدة على مستوى الجمهورية كلنا واحد قافلة الخير انطلقت محملة بالمساعدات العينية إلى عدد من المناطق الحضارية الجديدة مساهمة من وزارة الداخلية في دعم قاتين تلك المناطق والتي تسعى الوزارة دائما لتخفيف الأعباء عنهم بمثل تلك المساعدات والتي تتسم بالاستمرارية وهو ما أشاد به المواطنون هناك مصر الكبيرة في كل ود وكل عصر والكل عارف إن مصر طول عمر هاصل الحكاية من أفرح يقولون توقفين معانا ومستايبيننا حتى بيقولنا عندي شوق تدونا لحاجة كمان وإحنا مرتاحين ومبسوطين وربنا يبارك لكم يا رب ويخليكم ونشكر سيادة الريس ربنا يخليه لينا نشكر سيادة الريس في المبادرة الجاملة اللي بيعملها لنا وطاتين اللي بيجينا مبادرة دي الناس كلها بتحبها وبتستمنى أنها تبقى موجودة على طول نشكر المبادرة اللي بتعملها لنا بيجيبونا وطاتين وبيجيبونا كاراتين ونشكر وزارة الداخلية الداخلية وقفة جنبنا بيستعيدنا في وطاتين في كاراتين وقفة جنبنا في كل حاجة وإلى المناطق الأولى بالرعاية بنطاق مدريات الأمن توجهت قوافل المساعدات العينية قاطعة مسافات كبيرة لضمان وصولها لمستحقيها وهناك استقبلها المواطنون بترحب كبير في ضوء حرص وعزارة الداخلية على تقديم الدعم والمساندة لقاتل تلك المناطق الله ينصرك يا ريد الله ينصر الداخلية ربنا يبارك لك ويخلك لنا يا رب تهيا مات تهيا مات تهيا مات ووجهت مدريات الأمن مأموريات إلى عدد من المناطق الأشد احتياجا بنطاقها تولت توزيع المساعدات على المواطنين هناك كما توجهت مأموريات إلى المنازل في المناطق الأولى بالرعاية بنطاق مدريات الأمن لضمان وصول المساعدات لمستحقيها ومن منطلق حرص الوزارة على تقديم الدعم لكافة فئات المجتمع توجهت مأموريات إلى دور رعاية المسنين وتوزيع مساعدات على قاتل تلك الدور وهو تقليد إنساني تحرص عليه الوزارة وتأتي تلك المساعدات في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لا سيما على المناطق الأولى بالرعاية تواصل الوزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وقد تمكنت الوزارة في هذا الإطار من ضبط 809 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 1336 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال الأربعين وعشرين ساعة أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاسيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 202 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 1113 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 21 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 946 قضية من بينها 200 مئتا وقضية واحدة خبز ناقص الوزن و 171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 70 طن تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم ورشة عمل عن المسئولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطنية تتناول الورشة مناقشة عدة محاور منها دور المسئولية المجتمعية في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بجانبي آليات تشجيع الشركات لتعظيم دورها المجتمعية وأيضا أطر الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنية مع مناقشة التشريعات المنظمة للمسئولية المجتمعية للشركات أعلنت السلطات العراقية القبض على مجموعة إرهابية في محافظة كاركوك شمالية البلاد ذكرت السلطات العراقية أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على المجموعة الإرهابية والتي استهدفت النقطة الأمنية رقم 55 الواقع في منطقة كوباني قرب الطريق الحولي إلى تطورات اللازمة الروسية الأوكرانية وفيها قال الكيرملين أنه تم إحراز تقدم كبير نحو هدف موسكو المعلن والمتمثل في نزع سلاح أوكرانيا كما أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكريملين ديمتري بيسكوف أن بلاده ليس لديها أي فكرة عن خطة السلام الجديدة للرئيس الأوكراني فلاديمار زلانسكي مشيرا إلى أن تصريحات الأخير لا تمت للواقع بصلة كما نفى المتحدث الروسي وجود أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمار بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن روسيا لم تظهر أي رغبة جدية في إنهاء الحرب في أوكرانيا أضاف بلينكين أنه عقد اجتماعات عبر الفيديو كونفرنس مع وزراء خارجية دول مجموعة السبع للبحث في أفكار من أجل التوصل لسلام عادل وشامل اقترحه الرئيس الأوكراني فلاديمار زالانسكي خلال زيارات تاريخية لواشنطن كما شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن موسكو يمكنها وضع حد للحرب فورا بسحب قوتها من أوكرانيا أعلنت الإدارة الأمريكية اعتزام تقديم مليار وثمانمائة وخمسين مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا وتتضمن المساعدات لأول مرة النظام الدفاع الجوي باتريوت وتبلغ تكلفة مجموعة باتريوت حديثة الإنتاج أكثر من مليار دولار في نقطة تحول مهمة إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة منذ أواخر فبراير الماضي أعلنت الإدارة الأمريكية اعتزامها تقديم مليار وثمانمائة وخمسين مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا تتضمن لأول مرة نظام الدفاع الجوي باتريوت وهو النظام الذي أكد الرئيس الأوكراني بلودومير زيلانسكي أن بلاده بحاجة ماسة إليه باتريوت هو نظام دفاع صاروخي أرض جو طورته إحدى شركات التصنيع العسكري الأمريكية ويعتبر واحدا من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا في ترسانة الولايات المتحدة استخدم لأول مرة في ميادين القتال خلال حرب الخليج عام 1991 واستخدمته الولايات المتحدة لاحقا في العراق عام 2003 يشمل نظام باتريوت رادارا قويا يصل مداه إلى أكثر من 150 كم ومحطة تحكم ومولدا للطاقة ومحطات للإطلاق ومركبات أخرى للدعم كما أن له قدرات مختلفة حسب نوع الصاروخ المستخدم ذلك أن الصاروخ باك 2 يستخدم رأسا حربية متفجرة فيما يستخدم صاروخ باك 3 الأحدى التقنية الإصابة بغرض القتل الأكثر تقدما على صعيد التكلفة المالية تبلغ تكلفة مجموعة باتريوت حديثة الإنتاج أكثر من مليار دولار منها 400 مليون و 690 مليون دولار لصواريخ النظام المستخدم من قبل 18 دولة في مختلف أنحاء العالم وذلك بهدف اعتراض التهديدات التي تمثلها الطائرات والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بما يسهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات بالدول المستخدمة له أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية شنت خلال الـ 24 ساعة الماضية ستة ضربات صاروخية وجوية وقصفت أهداف مدنية في منطقة خاركييف ودينيبرو تروفيسك ذكرت الهيئة الأوكرانية أن روسيا أطلقت النار على العديد من مناطق ومدن البلاد من خلال أنظمة إصلاق الصواريخ المتعددة أكثر من سبعين مرة خلال يوم أمس أضافت الهيئة أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت هجمات معادية بالقرب من 19 مدينة في مناطق سومي وخاركييف ودونستك ولوهانسك أعلنت سلطات مدينة دونستك مقتل وإصابة سبعة مدنين جراء الكسف الأوكراني على مناطق عدة في المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت سلطات دونستك أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المدينة 64 مرة خلال الليلة الماضية مستخدمة مختلف أنواع القذائف مشيرة إلى أن قوة كييف قصفت أحياء بيتروفسكي في دونستك بتسع قذائف كما استهدفت منطقة جورلوفكا بسبع قذائف أعلن رئيس الإدارة الرئيسية للشؤون الأيديولوجية في وزارة الدفاع البلاروسية ليونيد كاسينسكي تسلم بلاروسيا دفعة أخرى من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية من روسيا وقال كاسينسكي أنه تم تسليم دفعة الأسلحة في إطار الاتفاقية الحكومية الدولية والقائمة بين البلدين بشأن التعاون التكنولوجي العسكري كما أضاف أن أنظمة الدفاع الجوي تمثل أداة فعالة لإسقاط أنواع مختلفة من الأهداف الجوية أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية عن تخصيص حزمة مساعدات جديدة طريقة لأوكرانيا بنحو 37.7 مليون دولار وذكرت الوزارة في بيان أن الحكومة تنوي زيادة دعمها لأوكرانيا بتقديم حزمة طوارئ ثانية لمساعدة الأوكرانيين على البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء وأوضح البيان أن القسم الأكبر من البنية التحتية لإنتاج الطاقة في أوكرانيا قد تضرر بشكل خطير نفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية تقريرا إعلاميا أفاد بأنها قدمت ذخائر لروسيا ووصفت التقرير بأنه لا أساس له من الصحة منددة بدعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بأسلحة فتاكة جاء ذلك ردا على تصريحات البيت الأبيض والذي أكد خلالها أن بيونج يونج أكملت تسليم شحنة أسلحة أولية لمجموعة فانجر العسكرية الروسية للمساعدة في دعم القوات الروسية في أوكرانيا أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكزاندر نوفاك أن موسكو تدرس تقليص إنتاجها من النفط بما يتراوح ما بين 5 و7 في المئة في أوائل العام القدم 2023 تأتي التحركات الروسية في إطار الرد على العقوبات الغربية وفرض سقف لأسعار النفط الروسية في مسعى للرد على العقوبات الغربية أعلنت روسيا أنها تدرس تقليص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 5 و7 بالمئة في أوائل عام 2023 كما ستفرض حدودا قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعم سقف الأسعار جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء ألكزاندر نوفاك وفي هذا الإطار من المتوقع أن تتراوح التخفيضات بين 500 ألف و700 ألف برميل يوميا في ضربة قوية للإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا والتي كان آخرها فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل وبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر الجاري جاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل هذا وتستهدم موسكو سلاح الغاز في وقت عصيب تمر به أوروبا لا سيما في فصل الشتاء للضغط على الدول الغربية التي تتخذ إجراءات تصعيدية في إطار محاصرة الاقتصاد الروسي الذي يعتمد على صادرات البترول بشكل أساسي هكذا تحولت الأزمة الأوكرانية التي دخلت شهرها العاشرة إلى صراع اقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن من جهة وموسكو من جهة أخرى أزمة امتدت تدعياتها وتأثيراتها إلى العالم أجمع تسارع معدل التضخم في اليابان إلى أعلى مستوى في أربعة عقود مع استمرار الشركات في نقل التكاليف المتزيدة للأسر وهو ما يبقي البنك المركزي تحت ضغوط قوية للحد من سياساته توسعية أفادت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية بأن معدل التضخم الأساسي والذي يثثني الأغزية الطازقة والمتقلبة ارتفع بنسبة 3.7% في نوفمبر وذلك على أساس سنوي مقارنة بـ 3.6% في أكتوبر وهو ما اتفق مع توقعات المحللين الأوضاع تزداد سوءا والأمور تتعقد أكثر ولم يكن أمام اليابان إلا التخلي عن سياساتها القديمة والبحث عن حلول لأزماتها إذ تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار خلال شهر نوفمبر الماضي لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 40 عاما مدفوعة بزيادة تكلفة الطاقة فوفقا لبيانات رسمية صادرة عن الحكومة اليابانية فإن أسعار الاستهلاك الأساسية التي لا تشمل النفقات المتقلبة للمواد الغذائية الطازقة ارتفعت بنسبة 3.7% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لم تكن اليابان وحدها من تضررت من أزمة التضخم العالمية بل سجلت في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى كثيرة زيادة في ارتفاع الأسعار أكثر من توكيو خلال الشهور الماضية ولكن الدولة الآسيوية شهدت تضخما نسبته 2% وهو ما تجاوز النسبة التي وضعها بنك اليابان في خطته طويلة الأمد الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي الياباني لتعديل سياسات التسهيل النقدية طويلة الأمد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمصارف المركزية الأخرى كانت تجد رفع سعر الفائدة طريقا لتجاوز أزمة التضخم ولكن اليابان كانت تعارض هذه السياسة وتبقي الفائدة عند مستويات منخفضة رغم تأرجح اقتصادها منذ تسعينيات القرن الماضي ورغم ما حدث من ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وتوقع معظم المحللين السياسيين أن يصل ارتفاع الأسعار في اليابان إلى ذروته في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل إلا أن بنك اليابان يرى أنه ليس هناك سبب لتغيير المصاري حتى الآن وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود عمبر أستاذ الاقتصاد دكتور محمود أرحب بك وكيف قرأت تسجيل التضخم في اليابان أعلى مستوى له وذلك منذ أربعين عاما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية خالص تحية أفندي من حضرتك وليل سادة المشاهدين يعني زي ما حد تفضلت حضرتك في التقرير أنه يمكن اليابان شعنها شعن باقي الدول التي تأثرت بموجة التضخم العالمية الممكن ناتجة عن الأزمة المالية العالمية لكان سببها يعني التدخل الروسي في الأراضي الأوكرانية أو إن صح التعبير الصراع الذي تستخدم فيه أدوات الاقتصاد ما بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي لكنه يمكن اليابان نظرا لتأخرها أو تباطئها في استخدام السياسات الاقتصادية اللازمة لعلاج التضخم اللي هي يعني بتكون إجمالا اتباع السياسة الانكماشية سواء على المستوى المالي أو حتى على المستوى النقدي اللي خاص بسياسات البنك المركزي برفع سعر الفائدة على البنوك التجارية وذي سياسة يمكن اتبعتها غالبية دول العالم واللي كان طبعا تباحها الفيدرالي الأمريكي يمكن تأخر اليابان أو عدم قناعة اليابان باتباع مثل هذه السياسة في تخيولي يمكن عقد المسألة بشكل أكبر لأنه أصبح التضخم الموجود الآن في اليابان ليس تضخما راجعا للطلب لزيادة الطلب على السلع ولكن تضخم راجع أيضا لزيادة التكلفة لأن التضخم له أسباب عديدة صحيح النتيجة واحدة هي ارتفاع المستوى العام للأسعار في كافة السلع والخدمات ولكن أسبابه متعددة منها زيادة الطلب منها ارتفاع التكلفة ومنها ما يطلق عليه التضخم المستورد أو تضخم القادم من الخارج ومنها ما له علاقة من خفاض سعر صرف العملة لأن انخفاض سعر صرف العملة يؤدي إلى زيادة القوى الشرائية للعملات العنيبية وتحديدا للدولار وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع فطورة الواردات ويمكن المساران المختلفان اللي تم اتخاذهم لمعالجة الوضع التضخمي واللي تحدث تحديدا عن بنك اليابان المركزي والاحتياط الفدرالي الأمريكي كان واحد من الأسباب اللي أدى إلى انخفاض قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي في هذا العام من حوالي 115 ين مقابل الدولار إلى ما يعادل 51 ين مقابل الدولار الواحد وبالتالي ده معناه أن سعر صرف العملة انخفض وأدى أيضا هذا إلى تعقد المسألة بشكل أكبر وزيادة التضخم لأن طبعا انخفاض قيمة العملة بيؤدي إلى زيادة التضخم أو ارتفاع القوى الشرائية للعملات الأخرى وبالتالي أي سلعة قادمة من الخارج أو أي سلعة يدخل فيها جزء من مدخلات الانتاج من الخارج بيؤدي إلى ارتفاع تكلفة انتاج هذه السلعة وبالتالي ارتفاع سعرها دكتور محمود بنتحدث هنا إذن عن سياسات أخرى قد تعتمد عليها اليابان في المرحلة المقبلة ما هي السياسات المتوقعة خاصة ما حديثك عن تمسكها بعدم رفع سعر الفائدة يمكن اليابان لديها تصور أن هذا المعدل التضخم سيبدأ يعود إلى توازنه مرة أخرى مع بداية العام 2023 أنها زي ما حديثك تفضلت لا زالت حتى هذه اللحظة يعني ترى أن رفع سعر الفائدة في البنك المركزي سياسة يعني ليست فعالة لمعالجة الوضع التضخمي وشايف أنه زيادة معدلات التضخم هو عملية مؤقتة إلى حد ما سوف يتم عودة فيها للمصار الطبيعي مع بداية هذا العام يمكن هذا الأمر مقترن إلى حد كبير في تخيولي مع وضع أسعار الطاقة بالضبط يعني سيكون عامل إزاي لكنه في النهاية لابد أن يتم اتخاذ سياسات على المستوى النقضي للتعامل مع أو لتقليل المعروض النقضي الموجود في السوق المحلي فلابد من تدخل البنك المركزي أنا تحيولي أنه الإبقاء على عدم تدخل البنك المركزي والإبقاء على يمكن أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة لا يمكن أن يؤتي بتماره على الإطلاق شكرا جزيلا لك دكتور محمود عمر أستاذ الاقتصاد كنت معنا عبر الهاتف أقرى مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تمويل حكومي حجم 1.66 من 100 تريليون دولار بما يحول دون إغلاق جزئي للحكومة ومن المقرر أن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصديق عليها ثم إلى رئيس جو بايدن للتوقيع عليها ويقدم التشريع تمويلا للجيش الأمريكي ولمجموعة من البرامج غير العسكرية حتى عام 2023 ويوفر التشريع لأوكرانيا أيضا 44.9 مليار دولار من المساعدات هذا وطبط التقدم في مشروع القانون بعد أن أدخل السناتور الجمهوري مايكلي تعديلا استهدف إضطاء الهجرة انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جوجيا ميلوني صندوق الإنقاذ لمنطقة اليورو معتابرة أنه غير مفيد جاء ذلك قبل مناقشة برلمانية حول مسألة تعزيز دوره وكادت ألية الاستقرار الأوروبية قد أنشئت في 2012 لاستماح لدول منطقة اليورو التي تعاني من أزمات مالية بالوصول إلى الأسواق وتسهيل حصولها على قرود وبأسعار مدعومة في المقابل يجب على البلدان إجراء إصلاحات لتحسين قدراتها التنافسية وتنظيم مواردها المالية العامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة بدأ موظف جوازات الصفر في بريطانيا إضرابا جديدا في أحدث موجة من الإضراب على خلفية المطالبة بزيادة الأجور وسط أزمة تكلفة المعيشة هذا ويتأثر مائة الآلاف من الركاب في مطارة بريطانيا على الرغم من أن الحكومة البريطانية قالت إنها تعد أفرادا عسكريين وعملين من الخدمات العامة الأخرى للمساعدة في المطارات ومن المقرر أن يستمر إضراب عناصر قوة الحدود حتى نهاية العام باستثناء يوم الثلاثاء المقبل قال جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليسيا نحو البحر وقبالة ساحلها الشرقي اليوم الجمعة كانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين باليسيين متوسط المدى قبالة ساحلها الشرقي في الأحد أو يوم الأحد الماضي ما زالت كوريا الشمالية تلك الدولة المشاكسة التي تبث القلق في شبه الجزيرة الكورية بسبب موارساتها ما زالت تمارس هوايتها في إطلاق الصواريخ الباليستية التي تكدر صفو جارتها الجنوبية بل وتستفز أوروبا والغرب وتدعوهم لتوثيق تحالفاتهم مع كوريا الجنوبية واليابان ففي تحرك أخير قال جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي ويعتبر هذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الصواريخ بعدد غير مسبوق أجرتها بيونج يانج هذا العام وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى قبالة ساحلها الشرقي الأحد الماضي وصفة ذلك بأنه اختبار مهم ومرحلة نهائية لتطوير برنامج قمر صناعي للتجسس من المزمع استكماله بحلول أبريل وبحسب خبراء يعتبر تطوير قمر صناعي من هذا النوع بمثابة ذريعة تسمح لبيونج يانج باختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات إذ تتمتع الأخيرة بجزء كبير من التكنولوجيا عينها المستخدمة في الصواريخ التجسسية وفي هذا الإطار تحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أشهر من أن كوريا الشمالية قد تكون قريبة من إجراء تجربتها النووية السابعة يأتي ذلك فيما لا يرضع بيونج يانج حزمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها بسبب برنامجها النووي والصاروخي منذ عام 2006 وتمضي بإصرار كبير في بناء ترسانة نووية تناوئ بها القوى الغربية قدمت اليابان احتجاجا إلى كوريا الشمالية عبر سفارتها في بكين على أحدث تجارب بيونج يانج الصاروخية وقالت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا فاليستيا ضمن سلسلة من اختبارات الأسلحة التي أدت إلى تصعيد التوترات الإقليمية وقال مسؤول حكومي إن القذيفة سقطت بالفعل في المياه الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان ولم يتم التأكد حتى الآن من إلحاقها أي أضرار مدية كشفت اليابان نقاب عن ميزانية قياسية للسلة المالية القادمة اعتبارا من إبريل تبلغ أكثر من 114 تريليون ين مدفوعة بزيادة الإنفاق العسكري وتكاليف الضمان الاجتماعي المرتفعة للسكان الذين تزيد بينهم نسب المسنين بسرعة كبيرة تتضمن هذه الميزانية والتي أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كوشيدا إلى جانب خطة الإصدار السندات تتضمن إنفاقا قياسيا على الجيش والرعاية الاجتماعية قتل شخصا وأصيب أربعة أخرون جراء إطلاق نار في الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية قال وزير الداخلية الفرنسي إن الشرطة ألقت القبضة على منفذ الهجوم أعلنت الشرطة الباكستانية أن مسلحين اثنين وأحد أفراد الشرطة قتلوا فيما أصيب ما لا يقل عن ستة أخرين إثر انفجار سيارة مفاخخة بالقرب من إحدى المناطق السكانية في العاصمة إسلام أباد أضافت الشرطة أن المصابين هم أربعة من أفرادها ومدنيين اثنين مشيرة إلى أن الانفجار وقع عندما أمر ضباط الشرطة سيارة بالتوقف من أجل فحص روتيني إلا أنها بدلا من أن تتوقف قام سائقها بتفجير متفجرات مخبأة بداخلها أشارت الصحيفة إلى أن قوات الشرطة قامت بتطويق المنطقة عقب وقوع الانفجار الذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه حثت الولايات المتحدة أرمينيا وأذربيجان على النظر في خطوة من شأنها تخفيف التوترات لتكون بمثابة أساس لعلاقة حسن الجوار في المستقبل جاء ذلك في بيان نشره البيت الأبيض عقب مكالمتين منفصلتين بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وأمين مجلس الأمن القومي الأرميني ورئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية الآذرية واستعرض المسؤولون الثلاثة خلال المكالمتين المنفصلتين التقدم المحرز في محادثات السلام التي يؤسرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ اجتماعهم المشترك يوم السابع والعشرين من سبتمبر الماضي في واشنطن العاصمة وبحسب البيان أكد الجميع التزامهم بالمفاوضات بهدف إبرام اتفاق سلام تشهد معظم مناطق الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة قوية وتساقط كثيفة للسلوج مع الانخفاض الشديد في الحرارة ما أدى إلى تأخير ألاف الرحلات الجوية أو إلغائها وقالت السلطات الأمريكية أن العاصفة تحدث مرة واحدة فقط في كل جيل محذرة من أن الظروف شديدة الخطورة للتنقل في وقت يقبل فيه الأمريكيون بكثافة عالية على استعمال الطرق والمطارات في موسم الأعياد في حدث نادر لا يتكرر إلا مرة واحدة كل جيل بحسب مواصفته السلطات الأمريكية تشهد معظم مناطق الولايات المتحدة عاصفة قوية وتساقط الثلوج بكثافة مع الانخفاض الشديد في الحرارة تسبب في تأخير وإلغاء آلاف الرحلات الجوية السلطات المحلية حذرت من أن الظروف شديدة الخطورة للتنقل في وقت يقبل فيه الأمريكيون بكثافة على استعمال الطرق والمطارات في موسم الأعياد وبسبب تلك الاضطرابات الجوية أعلنت عدة ولايات أمريكية حالة الطوارئ ومن بينها أكلاهوما وكنتاكي فيما ستنخفض الحرارة بشدة وصولا إلى تيكساس في جنوب البلاد وبحسب السلطات فإنه من المحتمل أن تتسبب ثلوج والرياح في حدوث عواصف ثلجية في أماكن معينة مما يجعل أي تنقل خطيرا بل مستحيلا في بعض الأحيان الرئيس الأمريكي جو بايدن من جانبه دعا جميع المواطنين إلى ضرورة الاستماع إلى التحذيرات والتعامل مع العاصفة على محمل الجد ووصف الوضع بالخطير هذا ومن المنتظر أن تتفاقم الثلوج وتستمر خلال عطة عيد الميلاد في نهاية الأسبوع وستتأثر منطقة الغرب الأوسط والبحيرات العظمى خصوصا في نهاية هذا الأسبوع مع ظهور عواصف ثلجية ووفقا لوكالة أمن النقل فإنه من المنتظر أن يتواجد ملايين الأمريكيين في المطارات في أنحاء البلاد مع توقع أن يكون موسم العطلات هذا العام أكثر ازدحاما مما كان عليه عام 2021 مع العودة إلى مستويات ما قبل الوباء هي إذن ظروف استثنائية خطيرة تعيشها الولايات المتحدة بسبب تغيرات مناخية ربما تتسبب في أضرار كبيرة قد لا تحمد عقباها اعتمدت المفاوضية الأوروبية خطط الانتقال الإقليمي لإسبانيا والتي سيتم بموجبها تخصيص استثمارات بقيمة تقترب من 869 مليون يورو لدعم الانتقال العادل نحو الحياد المناخي في المناطق الأكثر ضعفا في البلاد بحلول عام 2030 وذكرت المفاوضية الأوروبية أن هذا التمويل الذي سيأتي من صندوق الانتقال العادل يساهم في تحقيق انتقال مناخي عادل في المناطق المتأثرة بإغلاق مناجم الفحم ومحطات توليد الطاقة بالفحم وهذا يشمل على وجه الخصوص منطقة أستورياس والتي ستحصل على ما يقرب من ثلث التمويل الإسباني بجانب مناطق أخرى دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتون بلينكين الصين إلى مشاركة معلوماتها بشأن الموجة الجديدة من فيروس كورونا التي تشهدها البلاد وقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي قال إنه من المهم أن تركز جميع الدول بما في ذلك الصين على ضمان تلقيح الأشخاص والتوافر لاختبارات والعلاجات ومشاركة المعلومات مع العالم بشأن ما تعيشه كما عرض خلال المؤتمر المساعدة على الصين عبر تقديم لقاحات أضاف بلينكين أنه مع انتشار الفيروس من الممكن أن تتطور متحورات جديدة وأن تنتشر بدورها مما سيؤثر على باقي دول العالم جهود دقوبة تقوم بها الدولة لتوطين الصناعات الوطنية باعتبارها جزءا كبيرا من رؤية مصر 2030 أنشأت الدولة العديد من المصانع لإنتاج قطع الغيار والآلات مثل مركز التصنيع الرقمي لمعدات تنقية المياه بحلوان في سبيل النهود بالصناعة الوطنية ضمن رؤية مصر 2030 تأتي استراتيجية مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع لتوطين وتطوير قطاع الصناعة الثقيلة والمتطورة مصنع المحركات تم إنشاءه عام 1960 بهدف تصنيع المحركات A200 وA300 للطيارة 200 فالمصنع عريق في صناعة المحركات عندنا أكثر من 16 خط معتمد من المنتج الأصلي بنعمر معظم محركات الطيارات القوات الجوية وفي خطوة جديدة لتطوير الصناعة المحلية تم افتتاح مركز التصنيع الرقمي وما يتم إنتاجه في مجال تقنية المياه ومحطات المياه والعمل على توطين وتعمق التصنيع المحلي لمعدات طلمبات المياه لاستخدامها في المشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة عملية تصنيعية تم تسلسل تدريجي من بداية دخول المنتج المركز في كسم الكات كام بيخش الأول بيخش الرسمة ودزاين بينزل الرسمة والبربرنامج بينزل دايلكت على المكان باستخدام IoT connection على طول دولة دخل العنصر البشر المصنع يعمل على إنتاج الفرامل ومعدات للسكة الحديدة وقطع غيار المصانع والشركات القبرى للمساهمة في عمل المصانع ودعم الاقتصاد القومية احنا هنا الوحاديين تقريبا في الشرق الأوسط اللي بنصنع جميع ايتيمز أو طرازات الفرامل لسكة الحديدة سواء طرازات عربات ركاب احنا عندنا عربات في سكة الحديدة بتنقسم لكذا نوع من عربيات الركاب وعربيات الركاب دي طبعا مجتملة بقى من مكيف وفي اي بي ونوم وفيه وخلافه المصنع يمتلك خطوط عمرة لمحركات مختلفة معتمدة من كبرى الشركات العالمية بتعمير محركات كل الطائرات من طرازات عاملة في العالم عندنا حتى الآن 16 خط من خطوط العمرة والإصلاح بنبدأ نعملهم ما بين جميع الطرازات مروحي، مجبسي، هيلوكيبتر، نفاس كل جميع الطرازات اللي احنا بنقوم بيها بنقوم بالعمرة بالكامل دون اللجوء للخارج تعطين محطات تحلية المياه والصرف باستخدام تكنولوجيا التحالب من المهام الرئيسية بالمصنع بالتعاون مع شركة أوروبية عاملة في صناعة طلمبات مع زيادة العمر الافتراضي لها عندنا نوايات كثيرة جدا من المحطات، نوايات كثيرة جدا من المعالجة عندنا نوايات شرب، عندنا صرف صحي، عندنا صرف صناعي، عندنا تحلية، عندنا مياه الأبار طبعا نوايات المجالات دي كلها بتحتاج ترمباط نحن ننتجها، نحن نترمباط طبعا نستوردها من الخارج، فالمركز هنا عندنا بيساعدنا أن نحن بدل ما نستورد من الخارج، لا نحن عندنا موجود صناعة محلية موجودة هنا في مصر يهدف المصنع من إصلاح المحركات ومرحقتها باستغلال طلقة الإنتاجية وقدرات التكنولوجية وفقا لمعايير الاعتماد والجودة الدولية لخدمة المشروعات القومية والتنموية حقيقة المصنع هنا كان من بقورة السبق يعني في الحصول على الشهادات الدولية في هذا المجال كان في حصول على شهاد إدارة الجودة الشاملة، شهادت الآيزو 9001، وإدارة البيئة الخاصة بشهادت الآيزو 14001، شهادت الإمان والسلامة آيزو 45001 برضو هنا الكور بيزنس الرئيسي بتاع المصنع هو تقديم خدمة مراكز صيانة معتمدة لتنفيذ عمرات وصيانة إصلاح لكافة أو أغلب محركات قوات الجوية مصنع المحركات بحلوان يشكل خطة مستمرة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الوردات واستغلال قدرات الهيئة بزيادة فرص الاستثمار بالشراكة مع كبرى الشركات والخبرات العالمية شنت أفرع جهاز حماية المستهلكة الأقليمية عددا من الحملات على الأسواق هذا وقد أوضح الجهاز أنه يقوم بحملات رقابية مكثفة على تجار الجملة والمخازن والتي يتم حجب السلع بها لرفع أسعارها وتعطيش السوق منها أشار الجهاز إلى أن موظفي بالتعاون مع الرقابة التموينية يقومون في الوقت الحالي بالتأكد من توافر السلع داخل الأسواق وضبط أي مخازن يتم حجب السلع بها بنقوم بحملاتنا الدورية كجهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والمرور ونشوف المعروض من السلع المتوافر منها بنعمل دراسة على كل منتج على حدة النهاردة كحملة رقابية بنشوف مدى الاتزام بإعلان الأسعار وبنوعي بتوجهات دولة راست مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع بنشوف الصلاحيات الخاصة بالمنتجات بنشوف مضابقة المنتج للمواصفات بنشوف الأوزان الخاصة بالمنتجات وهل هي فعلا الأوزان المدونة على كل منتج معروضة به حتى لا يتم غش وتضليل المستهلكين في حالة راست مخالفة أو ضبط مخالفة بنحرر محضر بالواقع وبنحل نيابة العامة لاتخاذ شؤونه عقوبات بتختلف على حسب المخالفات في عقوبات بيكون العقوبة بتاعتها حبس انتلق ماراثون زايد الخيري الذي يتم تقصيص العائد منه لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق بالمجان بمشاركة نحو 25 ألف من النشئ والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية بدأ الماراثون الرئيسي من أمام استاد الإسكندرية لمسافة عشرة كيلومترات بالإضافة إلى سبقات الماراثون لمسافة كيلومترين تشمل فئات عصحب الهمم والأطفال تحت عشر سنوات وكبار السن فوق ستين عامة شهدت محافظة الأكسر فعليات الحفل الختمي لملتقى الأكسر الدولي للتصوير في دورة الخمسة عشر تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية شارك في الملتقى سبعة عشر فنانا من ست دول مختلفة هي مصر، الهند، البحرين، تونس، جورجيا، العراق في إطار استراتيجية الدولة لتوظيف الفنون في التسويق السياحي ودعم حركة الفن التشكيلي في مصر شهدت محافظة الأكسر فعليات الحفل الختمي لملتقى الأكسر الدولي للتصوير في دورته الخامسة عشر وذلك تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية فن التشكيلي له دور مهم جداً في إعادة تصوير المدينة بتاريخها وحضارتها بالدعايتها بالسياحة بكل شيء أيضاً اهتممنا بمجموعة كبيرة من الملامح هذه الدورة زي الأفلام فيلم تسجيلي اهتمنا أن نحن نوسق تجربة الفنانين كلهم نعمل لقاءات مصورة بالفيديو معاهم اهتمنا بالجولات السياحية أيضاً لأنها كمان بتؤدي إلى مزيد من التأثير في الفنانين من خلال الحضارة والعصار اللي بيشوفوها سعيدة المراتي أن أنا كنت الكوميسير بتاع السومبوزيوم بتاع الأقصر حاولت بشكل كبير جداً أطوع كل حاجة للفنانين بحيث أن هما يطلعوا شغل فعلاً من وحي الأقصر لأن السنة دي أول سنة في السومبوزيوم بعد 15 دورة يبقى فيه سلوجن يبقى فيه تيما للسومبوزيوم وهي الأقصر بعيون الفن تأتي هذه الدورة بالتزامن مع اهتمام صندوق التنمية الثقافية بدعم الريادة الثقافية للدولة المصرية واستثمار ما ينتجه في قطاع الصناعات الإبداعية شارك في الملتقى 17 فناناً من 6 دول مختلفة وهي مصر، الهند، البحرين، تونس، جورجيا، العراق وقدم كل فنان عملين فنيين مستوحيين من طبيعة مدينة الأقصر بالإضافة إلى مشاركة ثمانية شباب حديث التخرج يحق لهم الانضمام للملتقى لمرة واحدة فقط ملتقى لأقصر للتصوير دي دورة الخمستاشر أنا سعيد أنها الحقيقة متواصلين على الدورات يمكن السنة دي الدورة وثقت مشاريع مهمة تم إقامتها في محافظة لأقصر منها مشروعات الأوية البصرية منها مشروعات التطوير والترميم الأخيرة للحفاظ على التراث وعلى المناط الأسرية والسياحية أيضا وثقوا بعض مشروعات إزالة تعديات المباني على المناط الأسرية ما قبل وما بعد الحقيقة يعني كل هذا بإيد الفنانين المصريين وكذلك أيضا معنا مشاركين فنانين من دول عربية وأوروبية وأسيوية الملتقى في الأصل هو فعالية فنية ثقافية معنية بمشاركة مجموعة من الأفراد الفنانين التشكليين في بوطاقة واحدة موجودة جوه اللقصر والحقيقة أن تأثير البيئي نفسه بتاع اللقصر بيظهر على الفنان بيئة منغلقة تماما موجود فيها لمدة 15 يوم البيئة ده بتطيح لي أنه هو ينتج عمل فني مميز جدا متأثر والفيه تعصر واضح جدا بالبيئة المحيطة حاجة جميلة جدا مرتقى اللقصر الدولي الخمسة عشر زي ما احنا عارفين يعني بقىنا خمسة عشر سنة بدون توقف الحمد لله حدث عبقري على أرض الأقصر بناس عبي جميعا سواء احنا كأعضاء تدريس أو طلاب كليتر فنون الجميلة ممكن حيك شايف الزخم اللي احنا شايفينه نهاردة هلأيهم كلهم طلاب كليتر فنون الجميلة جامعة الأقصر مرتقى الأقصر الدولي للتصوير أصبح ميدانا للتواصل بين المبدعين من مختلف دول العالم بما يقدمه من إبداعات متميزة تخلق حوارا فنيا ينعكس إيجابا على واقع التشكيل المصري وتحقيق الارتقاء بالذوق العام وإتاحة الفرصة أمام الفنانين من مختلف الثقافات للتفاعل فيما بينهم بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري لم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم العناوية مجلس الوزرائيا في إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع التضخم في اليابان يقفز لأعلى مستوى له منذ أربعين عاما في إصرار على استكمال نهج استبزاز جارتها الجنوبية بيونج ياند تطلق صاروخا فاليستيا قبال تساحلها الشرقية بختم العنوين نصل معكم لختم نشرة الثالثة شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة